من نسبة أنه احنا نتكلم بقى على مسألة الكورونا النهاردة هو يعني هو بيتقال كده دلوقتي عادي عادي أنه في أمريكا مثلا احنا كل يوم هما بيقولوا كده يعني أنه كل يوم بيبقى فيه رقم قياسي جديد النهاردة الرقم القياسي مرتبط بالدخول للمستشفات فوق السبعين ألف مريض في الكورونا دخلوا المستشفات في الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة فرنسا ابتدت تعالن عن أماكن معينة أنه بقاش عندنا فيها سرير رعاية حارجة احنا بنتكلم على فرنسا وفرنسا تعتبر رقم اثنين بعد ألمانيا في التطور الطبي تحديدا في التطور الطبي في التطور الخدمات والعلاج الطبي انجلترا برضو فيها نفس الأمور لكن فرنسا اللي هي متقدمة عن بريطانيا متقدمة عنها فيها مشكلة في غرف الرعاية الحارجة دلوقتي بسبب كثرة الحالات النهاردة بنتكلم على لغاية دلوقتي اجمالي كامل اهو زي ما حرككم شايفين عدت الوفيات مليون وربع مليون تلتمائة تسعة وتلاتين الف ربعمائة واربعين ايه اللي بيحصل بالنسبة لنا في مصر اللي بيحصل بالنسبة لنا في مصر احنا عرضنا على حضراتكم اكتر من مرة قبل كده اتكرمنا مع دكتور عوض تاجدين مصرش الرئيس الأمورية لشؤون الصحة والوقاية اتكلمنا مع مسؤولين وزارة الصحة عارفين انه في استعداد كامل لا قدر الله لو المسألة سائت عن كده او وصلنا لحدود خطر لكن المؤشرات بتقول انه الارقام هتعلن ليه لانه وحنا قلنا لحرككم الكلام ده قبل كده برضو انه بصوا كده كل اسبوع احنا ما بنقساش مشانا يعني التقارير او العلمة ما بيقسوهاش باليوم بيقسوها مثلا بالاسبوع يشوفوا الاعداد زادت قد ايه على مدى اسبوع احنا على مدى تلات يام ماتين تمانية عشرين ماتين وعشرين ماتين اتنين واربعين يعني انا دخلين على بنتجاوز او دخلين على الالف في الاسبوع بشكل او باخر وده بيرفع متوسط الاعداد لما يرفع متوسط الاعداد للمستوى ده لا قدر الله يبقى عندنا مشكلة انه من الاعداد دي يبقى فيه حالات حرجة اكتر تيه ناس وسألنا اكتر من مرة قبل كده عن الموضوع ده برضو انه فيه اعراض كان الدكتور حسام حسني قال لنا ان فيه سبعتاشر عرض مسجلين مرتبطين بالاصابة بالكوفيد نايتين او فيروس كورونا سبعتاشر عرض لكن يبدو انه كل فترة بيبقى فيه عرض او اتنين او تلاتة هما اللي هم الغالبية هو بيصيب الجهاز التنفسي بيصيب الصدر فعلا لكن الاعراض ممكن تظهر في الرجلين الاعراض ممكن تظهر تورم الاعراض ممكن تظهر جلطات الاعراض ممكن تظهر في الجهاز في المعدة في الجهاز المعوي في الجهاز الهضمي ناس الجهاز الهضمي وده يبدو أنه هو الشائع دلوقتي مسألة الجهاز الهضمي لدرجة الناس بتفتكر أنه ما عندهاش برد أو ما عندهاش كورونا أو ما عندهاش مرض تنفسي لا يفتكروا أنهما كانوا حاجة مش نضيفة